كل الأخوات التي ستزيدون في الوزن، كيف تزيد سوجة؟ لا يوجد مضرة، كيف تزيد سيدات تأكلها؟ وكيف تزيدها؟ كما تفهمون بأن سوجة، سوجة التي تزيد من البتاء، هذه هي صحية، لا تزيد في الوزن، كما نفرقها. السوجة تزيد خضرة، لا تزيد في الوزن، لكن من أخبرها، عندما تحصل على المواد الدسمة أو زبدة التي تكون فيها طبيعية، هي التي تحولها وتعطيها تزيد الوزن، وآخر، طريقة الأكلها، معلقة كبيرة في الصباح، ومعلقة كبيرة في الليل، مقلية التي تزيد الوزن، إذن معلقة كبيرة، أفوان، في الصباح، ومعلقة كبيرة في الليل، وهذه الصوجة، سمعوني مزيان، هذه المعلومة، أنها تصلاح الشعر، لأنها غنية بمادة البيوتين، هذه البيوتين التي تتباع بأثمان باهضة بشكل حبات الفلوروب هذه البيوتين كانت في السوجة إذن السوجة تعاونكم كديركتها على نموذ الشعر والصحة الشعر وكننا عاودوا نشرحوا المعلومة ما كنتكلموش على سلسة السوجة اللي عندنا في اللاجة كنتستعملوها في الطياب كنتكلمو على النبتة ديال السوجة الأصلية الطبيعية نعم، أو الحبوب عند المعشابات المحترمة كيفاش كتلقى هذه السوجة؟ السوجة هي عبارة لحبوب وهذا السوجة اللي غاديتكال أنا غا نسهل عليكم أمورية أرى أصحاب زرية كان حيوم هاد الصباح هذا تأمر مستمعين وفي الحديثهم غزل مع سناء الزعيم غا تلقاوا عندهم السوجة مقلية غيسيروا عندهم قلهم عطيوني السوجة مقلية وديروا حسابكم النقصكم معلقة كبيرة في الصباح معلقة كبيرة في الليل المدة على الأقل غا تبعوا مدة ديالشهر